تمام خلينا أقول لك أن يوم 18 ديسمبر الحالي يعتبر يوم تاريخي في تاريخ مصر والحياة السياسية بشكل خاص بعد ماعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 النتيجة اللي ظهرت هي الفكرة في نسبة المشاركة اللي كانت حوالي 66.8% هي أكبر نسبة المشاركة في تاريخ الحياة السياسية في مصر دي حقيقة نسبة المشاركة دي ما جاتش من فراغ خصوصا أننا في الوقت الحالي بنعاني من ضغوط كبيرة جدا على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي والمستوى العالمي طيب الأسباب اللي قدت المصريين أن هم يشاركوا في العملية الانتخابية دي نقدر ندور على أهمها ممكن نتكلم في خمس أسباب مثلا هما الأهم في اللي حصل للشعب المصري أنه يخليه أنه يشارك بالنسبة الكسيفة دي وأنه يسجل أكبر نسبة مشاركة في تاريخ الحياة السياسية خلينا أقول حضرتك السبب الأول ممكن نحصره في تعدد المرشحين واختلاف أيديولوجياتهم المختلفة واختلاف يعني الثلاثة منهم بينتموا لأحزاب السياسية والرابع المرشح الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثة أحزاب طبعا كلهم بيسعوا إلى الحجد كلهم بيسعوا إلى يعني محاولة الكسافة جوه اللي جان علشان يوصلوا للنجاح في الانتخابات وبالتالي التنوع ده أو التعدد في المرشحين ساعد على زيادة أو نزول الناس بكسافة في اللي جان ده واحد اتنين نقدر نقول كمان الدور التوعوي الكبير اللي قامت بيه يعني الأحزاب السياسية على الشارع وده يعني حاجة احنا شفناها يمكن لأول مرة بنشوف فيه توافق كبير جدا بين الأحزاب السياسية في مصر ومنظمات المجتمع المدني كمان الدور التوعوي للإعلام حضراتكم كان لكم دور كبير جدا في قبل العملية الانتخابية وتوعية الناس بأهمية المشاركة وأن الناس لازم تشارك ولازم تكون على قدر الحدث ثالثا الحرب في غزة والمواطن المصري يشعر ويعي تماما ما يدور حوله من أحداث ويعلم تماما أن الحدود الشرقية مع غزة هي أمن قوم مصري الحرب على غزة لما حصلت بالتالي خل المواطن عنده يعني إحساس أو بالمسئولية تجاه الوطن هو يشارك في صورة القرارة السياسية يعني أن الوطن مستقر وأن فيه أمان دي يعني إيمة كبيرة جدا صحيح طبعا خلنا أقول لحضرتك أن برضو يعني الرابعا أو أنا بتكلم في نقطة أسباب نزول المصريين إلى الشارع في المشاركة اللي هي المرأة المصرية المرأة المصرية ودورها العظيم دايما في التوجيه الأسرة للمشاركة لأن المرأة المصرية عمود الأسرة طبعا طبعا هي رمز الأمان في الأسرة كده أكتر حد بيدور على الاستقرار والأمن جوه البيت وبالتالي المجتمع المصري بشكل عام ترجمة نانسي قنقر